أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نخدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بدءا من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين نرتقي بتحسن في الأجواء تدريجيا على المناطق الغربية والوسطى مع درجة حرارة رح تكون معتدلة بعض الأمطار مرتقبة على المناطق الشرقية للوطن نمر إلى الوضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم نرتقي بإذن اللهج ورح تكون ممترة على المناطق الشرقية للوطن صفاء واستقرار يميز المناطق الوسطى والساحلية الغربية للوطن مع تساقط للأمطار على المرتفعات الداخلية الغربية درجة الحرارة المرتقبة خلال ليلة اليوم ستصل إلى حوالي احدش على الجزائر العاصمة درجة واحدة بالمدية سبع درجات سنسجلها على وهران وتيارت في حدود 13 بالمناطق الشرقية بالشرق على منطقة تعنب في حدود 6 درجات ببتنة سنسجل حوالي 3 درجات على البيض وفي حدود 8 درجات بالغوات اما فيما يخص باقي المناطق الشمالية سنسجل حوالي 8 درجات بيتلمسان 7 درجات بيشلف في حدود 14 بيتيزيوزو 6 درجات بيستيف وفي حدود ناش بمنطقة الجلفة اما فيما يخص باقي المناطق الجنوبية للوطن الوضعية الجوية ستكون مستقرة على أغلب المناطق الجنوبية مع تساقط لأمطار متفرقة على منطقة تيندوف درجات الحرارة المرتقبة خلال ليلة اليوم ستصل إلى 12 بتيندوف 9 درجات ببشار وأدرار في حدود 10 درجات بغردية 8 درجات بكل من إيليزي وجانت وفي حدود 9 درجات بيتاماناس و22 درجة ببرج باجي مختار وعينغزام أما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة خلال صباحة يوم الغد نرتقب أجواء مغشات جزئيا على المناطق الغربية والوسطى للوطن الأجواء ستكون غائمة بسحب احتمال أنها تعطي بعض الأمطار المتفرقة وهذا على المناطق الشرقية للوطن درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى حوالي 12 بوهران والجزاء العاصمة 6 درجات بالمدية 4 درجات بيتيارة تحنسجل حوالي 14 درجة بعنبا في حدود 4 درجات على البيت 8 درجات بالغوات وفي حدود 10 درجات بالوادي بباقي المناطق الشمالية سنسجل حوالي 11 بيشلف في حدود 6 درجات بيتلمسان 5 درجات على الجلفة في حدود 10 درجات بيتيزيوزو وفي حدود 4 درجات بيستيف و8 درجات سنسجلها على قاسنطينة الوضعية الجوية المرتقبة على المناطق الجنوبية للوطن أجواء ستكون صافية ومشمسة على أغلب المناطق الجنوبية مع تشكل سحب عابرة على شمال الصحراء وصولا إلى الجنوب الشرقي للصحراء درجات الحرارة المرتقبة خلال الصباح ستصل إلى 14 بيتيندوف 7 درجات على بشر في حدود 10 درجات على غردايا عين صالح وثمانا سنسجل حوالي 19 على بورج بجي مختار في حدود 14 على إيديزي وجانت أما فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة لحالة البحر البحر على السواحل الغربية والوسطى سيكون من جميل إلى قليل الاضطراب وفق الرياح ستكون من غربية إلى جنوبية غربية تتروح سرعتها من 20 حتى 30 كم في الساعة على السواحل الشرقية البحر سيكون قليل الاضطراب وفق الرياح ستكون من غربية إلى شمالية غربية ستروح سرعتها من 20 حتى 30 كم في الساعة فيما يخص الرؤية الرؤية على طول الشريط الساحلي ستكون حسنة الأمواج ستلحق إلى حوالي متر واحد كانت هذه توقعات تقصلي ليلة اليوم وصباحة يوم الغد شكرا لكم على حسن المتابعة طابة وقتكم وإلى اللقاء